يورجين كلوب مدرب ما يعرفش حاجة اسمها جس النبض هو من اول ثانية في المباراة لحظة راكلة البداية هو بيعمل الانتشار المتفق عليه مع الفريق داخل الملعب وكل اللاعبين بلا استثناء بيقوموا بالادوار الخاصة بيهم من اول ثانية وهو فعل نمط الضغط العالي المتفق عليه لعيبة معينة بتقوم بنمط الاتشيزنج او مطاردة الكرة لعيبة معينة بتقوم بستايل المان ماركينج او المان تو مان وان انا اقفل على لعب بعينه ولعيبة معينة متفق انها تعمل الزونة البريسنج او انها تضغط في منطقة معينة مش على لعب ومش بتطرد الكرة مطلوب من المهاجم انه يطرد الكرة ويضغط بشكل كتري عشان يقفل زاوية تمرير مع مطاردة الكرة بالزبط عندنا اتنين لعيبة هو وراه بيعملوا عملية المان ماركينج وان هما يقفلوا على لعيبة ان هما يستلموا الكرة فالهدف هنا انه يكبر الخصم على التمرير الخلفي فقط ركز هنا المهاجم بيفعل نمط الاتشيزنج بيطرد الكرة مطرح مكانت هنا لعب هادرسفيلد متاح انه يستلم كرة عمودية من الحارس فبيعمل اسكام بيشوف مين وراه عشان يعمل القرار الصحي فيما بعد هنا بيجي الزكاء في الضغط بقى اول ما اللعب يحول وشه للخلف مرة اخرى عشان يطلب الكرة نبي كيتا كان بيضغط في التوقيت ده وبالما الكرة توصل من الحارس للعب بيكون هو ده نفس التوقيت اللي هياخده نبي كيتا في عملية مطاردة الكرة وان هو يضغط على اللعب وياخد منه الكرة في الوقت الصح عشان يستكمل نمط يورجين كلف في الضغط عندك نبي كيتا بيعمل تشيزنج بيطريقة الكطرية اللي احنا قلنا عليها ضغط كطري بقى في الزاوية تمرير على لعب وراه برضو ممكن يطلب الكرة صلاح وشامبرلين واقفين في زاويتين مختلفتين ممكن الكرة ترجع لهم في اي وقت ممكن جوردان هندرسون بيقف الممر تمرير على لعب تاني فهم بيفسدوا كل القرارات المتاحة على حامل الكرة عبل ما يفكر في قرار يكون اللعب اللي بيطرده خد منه الكرة على طول خلاص هي عملية حصار في زوايا ضيئة جدا من الملعب وبالتالي هنا في ظل عدم الانتشار الجيد للاعبي هادرس فيلد اثناء بناء الهجمة بيكون يورجين كلوب قطع الكرة من اقصى منطقة ممكنة من التالت الاخير وابتدت المساحات تدخلق ويبتدي انه يسجل هدف